تابع وزير الإسكان شريف الشيربيني موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها منطقة الأعمال المركزية والحضائق المركزية كابيتال بارك والحي السكني الثالث كابيتال ريزدنس والحي السكني الخاص جوردن سيتي الجديدة وفي غيرها من المشروعات التنموية المتنوعة وأشار وزير الإسكان إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا مضيفا أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هي البرج الأيقوني وهو أطول برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر بأنشطة متعددة